اشتركوا في القناة قال الحديث الواحد والعشرون عن أبي عمر وقيل أبي عمرة صفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرى في خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا الحديث الواحد والعشرين الحديث الواحد والعشرون وهو حديث تفرد بإخراجه الإمام المسلم رحمه الله تعالى حديث يرويه صحابي جديد وهو أبو عمر وقيل أبو عمرتا أي اختلف في كنيته سفيان بن عبد الله سفيان بن عبد الله البجلي أضي الله تعالى عنه وعرض الله والحديث يتضمن أدبا عظيما وطريقا يسلكه المؤمن في حياته وفي طريقه إلى الله منهج يسلكه في طريقه إلى الله سبيل في الحياة وهو يجمع مقتضيات ومعاني كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله قل آمنت بالله لا إله إلا الله ثم استقم أي على شرع الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه وهي معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث يتضمن أصلا عظيما يسير عليه العبد في طريقه إلى الله وهذه الاستقامة هي التي أمر الله بها نبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا ثم استقيموا إليه واستغفروه فهذه الاستقامة سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة وتدل عليها أحاديث أخرى يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقالبوا استقيموا ولن تحصوا وأعلموا أن خير عمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالاستقامة منهج حياة سبيل للنجاة حاصلها تحقيق التوحيد لله عز وجل والاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الشيخ حفظه الله أولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس خرصا على معرفة الدين وهم أسبقوا إلى كل خير وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج ذيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يلزم اعتقاده وتفهمه ودرايته أن أحرص الناس على الخير وأسبق الناس للخير وأسرعهم لذلك هم الصحابة الكرم ولهذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تحرجوا من السؤال كانوا يودون ودا شديدا أن يأتي العراب من الأبادية فيسأل ويتحينون الفرص لذلك ولهذا ما تركوا شيئا يقربوا من الله ويبعدهم عن النار إلا وسعوا في بتبينه والسؤال عنه واستضاحه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الرجل قال يعني أنه قال لا أصبر يا رسول الله أن رجعت إلى بيت حتى يعني يشتد رغبة في أن يرجع واشتياقا أن يرجع فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكن أذكر يا رسول الله أنك إذا مت صرت في الرفيق الأعلى وإذا متنا نحن ما صبنا معك فقال المرء مع من أحب قال أنس ما فرح الصحابة قط بمثل فراحين بمثل ذلك يعني حتى إذا مات أين سيصير وأين يكون مآلهمهم وسألوا عنه ورضوان الله تعالى عليه ومن بآب أحرى وأولى أن يكونوا لو كانت بعض الأمور مشروعة لسألوا عنها ولتبينوا وطلبوا حالها مثل هذه الأمور المبتدعة التي صار الناس إليها وابتدعوها من بعده عليه الصلاة والسلام ولا دليل لها ولم ينزل عليها سلطان من عند الله عز وجل فإذا أحرص الناس على الخير الصحابة أسبقهم للسؤال والبحث عن السبيل الذي يوصل إلى الله الصحابة ولو كان خيرا لسبقون إليه ولو كان خيرا لسبقون إليه رضوان الله عليه كانوا أشد وأحرص ما يكون في ماذا في تبين الحق والسؤال عنه وهذا تدل علي أحاديث كثيرة ومن هذا قلني في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك وقل بربك لو لا كثير من أسئلة الصحابة التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الكثيرة لا شك ولا ريب أن فيها خير كثير وكان السؤال قد بدر منهم عليه من رضوان مما يدل على حرصهم مما يدل على مال على حرصهم نعم ثانيا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابية بجواب قليل لفظ واسع المعنى وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فقال قل آمنت بالله ثم استقم فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل بالإيمان به سبحانه وتعالى وفما جاء عنه في كتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمال الأمور الباطنة والظاهرة وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي دوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة وقد بيّن الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون هذه الآيات كما دلّ عليه الحديث قل آمنت بالله ثم استقم هنا قالوا ربنا الله ثم استقم مما يستفق نعم فهنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي في آخر حياتهم وإذا أشرفوا على الموت ألا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه ولا تحزنوا أي على ماذا؟ على ما فاتكم وما خلفتم من ورائكم من أمور الدنيا من أهل وأولاد وأقارب وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي الآية الأخرى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أي أنهم إنما أولثوا هذه الجنة لما عملوه فهم يتفاوتون فيها بضرجات عملهم وإن كان دخولها إنما هو برحمة الله أزوجل وفضله ومنته وكرمه ومن تمام منته وكرمه توفيق عبده للعمل الصالح الذي به يستحق دخول الجنة ومن الآيات الدالة على هذه كما ذكرت ما جاء في صورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون مصير وفي الآية الأخرى من صورة الشورى فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فهذا أيضا فيه الأمر بالاستقامة الاستقامة هو الاعتدال السير على طريق الله عز وجل ولا ينفع ذلك إلا بعد الإخلاص لله قل آمنت بالله نعم قال الشيخ مما يستفد من الحديث أولا حرص الصحابة على السؤال عن أمور دينهم ثانيا حصد السؤال من سفيان بن عبد الله الدال على كمال عقله ورغبته في الوصية الجامعة ثالثا الإيمان بالله وبما جاء في إتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رابعا ملازمة الاستقامة على الحق والهدى حتى بلوغ الأجر نعم لعلنا نكتب بهذا القدر أمس ما فاتنا ذكر سنة وفاة الصحابي أبو مشعود عقب بن عمر توفي سنة احدى وأربعين أو اثنين وأربعين من الهجرة حديثاً لأصحاب الكتب وكي لا غير ذلك ونستأنف شرى دروسنا يوم السبت سنترجم لسفيان بن عبد الله البجلي ونواصل في دروسنا والله أعلم صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين خذ ورقة وكل يسجد